اعرف دينك عايز دنيا يفتحها لك اعرف دينك عايز حكمة ورحمة وجن عايز حكمة ورحمة وجن عايز تجمع دنيا واخرة اعرف 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 دينك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يحق الحق بكلماته والصلاة والسلام على من ختم الله به رسالاته سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى محسنا بهديه الى يوم يجد فيه كل مريء حسناته وسيئاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دقيقة واحدة فاكرين شط الفراخ لما تيجى شطة تأخذ الفراخ كلها شطة وحيتبين لحضراتكم ايه سر الاختياري لكلمة شطة احنا كلنا مكويين بالعامية اكتر ملدعين من قريبنا ومن جراننا ومن ارحمنا ومن زملائنا ومن كل اللي عشرناهم وطلعنا بهذه ريزالطة النتيجة ان محدش استاهل يعني حتى في الجوازات بقى محدش استاهل اللي اتجاوزت وزواجها ما استمرش مش هيزاقول كلمة تانية خايبة محدش استاهل يا خايبة كده خايبة الدنيا كده انا مش هنقشك انا مش هقولك لا يستاهلوا عيب انا اسمي على الورق استاذ بلاش الحقيقة بتزعى الناس انا على الورق استاذ اساذة فما يصحش ادوخك او اناقشك في قضية خسرانة منقشتها اعتقد ما شئت اللي صيادتك شايف يا فاندم براحتك ولكن ولكن ايه اعرض هذه المسألة على الفكر الديني بقى الفكر الديني قال ان احنا بنعمل الخير للناس الاجابة لقى نقرى القرآن بهدوء وبعد القرآن ناخد السنة النبوية ونطلع بفايدة اسأل الله ان تتحقق اخر ايه اخر ايه سورة المزمن ما ما جابش سورة الناس يبقى تطلع من اول آية حقراها لسه فيه آية تانية الى اني حضرتك بتعمل الخير لنفسك فعايزك تكمل العبارة محدش يستاهل بس انا استاهل تستاهل تستاهل ايه رحمة ربنا انت متستاهلش رحمة ربنا لا تبقى المعجنة بقى على اصولها انت شايف نفسك تستاهل ان ربنا يبقى عليك عن النار ويدخلك الجنة يبقى يعمل الخير لنفسك ابتغاء مرضات ربك الذي امرك بفعل الخير تعال شوفوا سورة الانسان آية تانية ايه عما ربنا يتكلم عن الابرار الابرار دول اللي هما بلغوا القمة في الصلاح القمة يقول ربنا يقول ويطعمون الطعام على حبه على حبه مسكيما ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لأنكم تستهلوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سواء كنتم تستهلوا أو كنتم أو كنتم متستهلوش الأمراض الأمراض النفسية ما تنفعش تعيش اللي هوية بتنفخ ناس ناس محدش يستاهل ما يستهلوش أنت اللي تستاهل أكررها أكررها كتير محدش يستاهل بس أنت تستاهل تنجي نفسك يا أيها الذين آمنوا قلوا أنفسكم يعني احفظوا أنفسكم وأحليكم نارا وقودوا هالناس والحجارة يمين التحريم عليها ملائكة غلاظ شدادة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ليلة النعراج عندما عرج بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل ملكا كل الملائكة تبتسم في وجه سيدنا محمد إلا ده صلى الله عليه وسلم فسأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال ما لهذا الملك الوحيد الذي لم يبتسم في وجهي فقال له جبريل عليه السلام لو ابتسم لأحد قبلك لابتسم لك إنه مالك خازن النار يبقى خازن النار اسمه إيه بعيد عننا جمعين اسمه مالك خلق ربنا لا يبتسم أبداً شوف النار فيها ولعة وفيها دخان وفيها حميم يعني زيت مغلي أعوذ بالله أعوذ بالله وفيها أكل من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وفيها ظل لا ظليل ولا يغني من اللهب ربنا نسأله أن يجيرنا منها اللهم أن نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من ساختك والنار انت تستاهل تباعنا عن ده تباعنا عن مالك تروح رضوان تنادى من باب الريان تنادى من الأبواب التمانية للجنة ادخل من أيها شيء بإيه؟ باللد بقراء ده إنما نطعمكم لوجه المثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء أي تلبقر على اليمين ابتغاء وعيون الناس لا طبعا سواد سواد عيون الناس أنا نسيت كلمة سواد معلش ينفقون أموالهم ابتغاء ابتغاء مرضات النعسة لا ما فيش في القرآن كده ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ناس دي مش واردة خالص قبل الفاصل بتاعي ما ييجي أنا قلت واقترحت ونفزنا إن إحنا ناخد الفاصل الأولان المادة العلمية عبقى لشيء من السنة النبوية لش أنتعرف هادش أستاهل موقف الإسلام منها ايه اعرف دينك إن شاء الله ما عنهم استاهلوا إنت تستاهل أنا قلت حكرارها كتير تذاكر مع نفسك كده وقول أنا أستاهل ما هادش استاهل أنا أستاهل أنا أستاهل أزحزع عن النار انتو عارفين ربنا سبحانه وتعالى قال في مكة ايه بسورة محمد بسورة محمد في المصحفي أنا على الشمال ايه اللي بالصطحة يمين وكأي من قريات هي أشد قوة من قرياتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم قرياتك التي أخرجتك مكة أخرجت أخرجت وطبعا القرية مكة ما أخرجتش الرسول أهليها يعني بنعبر عن الناس بالمحل بتاع الناس بعد سيدنا محمد ما بكى وخرج من مكة باكيا فهي وطن ومولده ومربعه ومنشأه وخديجة وذكرياته أصاب قريشاً شدة المطرة بطلت تنزل كانوا بيرصوا بالجو يلاقوه دخان من الجوع وكلوا العظم وجمعه الكفرة وجمعه وقاله لا إحنا نبعت واحد لمحمد يدعينا شوف الكفرة يا أخي الناس دي تحير اللي ما يتحيرش لا إله إلا الله وطمان صار فيه إن محمد دعوته مستجابة ياهو ما تقولينه طيب لا أبقنا دين أبقنا غالي علينا واسع جدع بعطول واحد مشهور جداً اسمه أبي سوفيان وكان يومئد على شركة ورح للنبي عليه الصلاة وقال له نسألك بالله والرحم هلاكنا فادع الله لنا كي يسقينا قلنا برحافي عقيده سيد محمد حبيبي إلا رسول الله اللي أنا مش عارفه قبل ما تكتب إلا رسول الله اعرفه إحنا بنغني أقسم بالله بنغني اللهم اسقهم فنزل المطر وشربوا واخضرت الأرض وأكلوا السؤال هل كان أهل مكة يستهلوا ربعنا يا عق أهل مكة كانوا يستهلوا ما يستهلوش كفروا به صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليه فلما اشتدت بهم الحياة وسألوه معونة هي الدعاء لهم دعا لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كيف يتحقق فيه قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حشل تاني قصر تاني وحديث تاني عشان تعرف الخيبة اللي إحنا فيها حديث يستاهل حديث يستاهل عشان تعرف الخيبة اللي إحنا فيها وكأي من خيبات نحن فيها يعيننا ربنا ونعدل أما جيه يتكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن حق الطريق وإن الجلوس على الطريق للضرورة يجوز إيه بيت ضيق بتاع حاجة مصلحة هتقل بصر من حق الطريق أنا مش عايز أقول الحديث كله ما فيش وقت عندي بصر وردوا السلام على من عرفت ومن لم تعرف سيبك في اللي انت عارفه بقى اللي انت متعرفوش ده هل تعرفوا يستاهل إنك ترد عليه السلام متعرفوش لكن سلم عليك ترد وحديث ثالث إن رواها مسلم في صحيحية على صفحة العالمين على ابن عمر رضي الله عنهما وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من أحب الأمور في الإسلام إنك تقول البيبور بي 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 أنت إيلا؟ السلام عليكم زكى محمد أمك إزايها؟ ما انت عارفه هو يستاهل فيه واحد تاني لا انت عارفه أم محمد ولا جورج ولا يستاهل ولا ما يستاهلش تقوله السلام عليكم ده ما نهك سيدنا محمد إلا رسول الله ما تعمل إزايه وهبيضة ما تعمل إزايه وهبيضة أنا قلت لن أناقش حضراتكم وقعد أدافع عن الناس بقى وأقول يستاهلوا وأنت اللي بتايالك ده كلام كله مش حيفيد إلا حيفيد رأي الدين في قولنا ما حدش يستاهل أك بط ولكنك أنت تستاهل فاعمل الخير لنفسك أقول لكم على معلومة بكنوز يعني وإحنا في الزكاة الزكاة هو من أركان الإسلام الخامسة الزكاة مش كده إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها التمم أصنع أما أرى هالك تاني كده غلط إنما الصدقات للفقراء المستهلين والمساكين اللي يستاهلوا النبي ده كلام ده قرآن لا الفقراء غير مقيدة بوصر ندخل سن علم بقى سن علم يا جماعة يابتور زمن العلم والاعتراض على العلم فيه على فكرة رسالة ميستير لأستاذة وباحثة ربنا يوفقها في الدكتورية اسمها جميلة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية واخدها سنة 2021 اسمها صرف النهي عن التحرين فيه أبواب معينة في الفقر يعني إيه؟ يعني ما يجي واسلوب فيه ناهي جمعتها أصول الفقه لأن درستهم وعلمتهم وخبستهم ومتحنت فيهم ومجحت فيهم بيقولوا الأصل في النهي التحرين هي البناية واخده إيه ليخرج النهي عن التحرين يعني جابت حديث مثلا أحدكم سلم رسالتها صفحة 74 النبي عليه الصلاة يقول لا يضعك نهيه أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده البناية كتبت النهي هنا ليس للتحرين يعني مش حرام إنك تقوم النوم وتحط إيدك في الطبق وتأكل لا ما هو قال لا يضع أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها واحد أين من النوم معنى الحديث يعني لما تقوم النوم اغسل إيدك أنا قربت على الفاصل اغسل إيدك قبل ما تحطها في الإناء ألث القرينة اللي منعت النهي ده عن التحرين إن النبع الصلاة قال فإنه لا يدري أين باتت يده فهو شك والأحكام الشرعية لا تبنى على الشكوك اعرض الكلام ده على الجماعة بتعتكوين والجماعة بتعتلحين والجماعة بتوع يما الأمر على الباب هتسمع خيبة باعدوا عن الخيبة وتوبوا إلى الله مولاكم فاصل ثم نواصل فانتظرون مرحب بحضرتكم من جديد ومعنا اتصال أستاذ عمر الجيزة ألو أستاذ عمر ألو أيوة ماذاك يا أستاذ مبروك ربنا يسترلك أحب حضرتك جدا والله الله يحبك بناداه وكرمه بنا يبلك لك أنا عدي 18 سنة والسنوية عامة فتتة سنوية وأتمنى حضرتك كدهي لنجح بإذن الله ولكل مجتهد يا رب ولكل مجتهد الله يبلك لك والله حضرتك ما في حكاية عوز أحكايا لك بس تفد تفد حضرتك أكتة عادة في السعيد وحماها وحماكها مزنيين عليها جدا في كل حاجة وجوزها بيشتمها وبيضربها ودرجة إن هي مش حتى بتشتكل أبوها ومها إن هي بتقول لهم جوزي بها من كذا يا ولا كذا مش هدا تقول لهم بسبب إيه؟ فأجيب بعدين بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ أنا سمعت بسبب اللغز لا هم مفيش لغز هم يعني هم بيتعاملوا معاه بالطريقة دي من بدري يعني أبو 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 أبوه ومه جايز لكن هو كمان معاهم كان بيخطوبها كان بيخطوبها ليه؟ كان عايزها كان عايزها يتجوزها ليه؟ يعني المفروض بيحبها ومحترم بيحبها؟ بيحبها؟ بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ عمر هي خلفت؟ آه مخلفت؟ آه الرابع جاي في الطريق ياريب اللهم صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحافظ قدر الإمكان على الضمى وبالذات في زماننا ففي زماننا اللي مفيش حد فيه بيستاهل اللي والست بتطلق هي وعيالها ما كانش زي الأول الطلاقة اللي هو مقرر على السنوية عمر الأزهرية فك عقدة النكاح يعني لو واحد مربوط فك العقدة دي يبقى يسمه طالق الزواج رباط فليجي مفكه بإنت طالق بقى الطالق لكن الأولاد في الزمة وفي الضمير والنفقة والسكنة والحضانة وأجرة الرضاعة لغاية لما يستقلوا بحياتهم ده المسلمين إنما الفرق الوز اللي زينا على الأسف يعني ما بيعرفوش الكلام دي يعرفوا الست كويسة نكرم العيال حصل أي مشكلة مش مهمة مين اللي غلطان بيننا وبين الست يبقى هي وعيالها ضغور كده بالمفتشير ويطلع بقى على القهوة يقول محدش يسناهي يعني عمل لها من بناء خيار فهي نصيحة لها ولكل واحدة علينا شيء اسمه معرفة طباع الناس لأن أحيانا البني آدم بيسزكته بيحط نفسه في مشكلات كديرة جدا أنت عارفة إن دي بتضيق حماتك وحماكي بلاش توريهم وشك خليكي مع النغنوج اللي أحبك ده وهي عارفة إن هو برضو وارث بعض العادات والتقاليد وبتاع ما تعمليش اللي يديقه قدرت طاقة من أجل الرابع اللي جاي من أجل التلاتة اللجوم والرابع اللي جاي دي نصيحة أب وجد لكل فتاة سواء لسه ما تنيلتش على عنيها أو تنيلت وجابت ثلاثة والرابع جاي نحاول بقدر المستطاع نبعد عن اللي يجيب ضرب وإهانة واشتيمة وإيه اللي تد أستاذ محمد من الشرقين كل سنة وانت طيب تاخد معاش منته بألو دلوقتي شاركة لكثنين تاخد معاشة من له ولدي متوفي فباخذ المعاشة من والدي باخذ معاشة والدي بقى ولدي متوفي فياخذ معاشة انا تاخد من جيب قالسمعتها معاشة من والدي cuzأ limited لا دعا ولدي متوفي فالمعاشه طالع الاختي والوالديتي ولي طيب الوقتي اخته ذا اخته اتجوز atmospheric طبعه من معاش الحمد لله ففي والدتي واني أيوه دلوقتي انا رحت اشتغلت في شغلانة من حوالي أول سنة طيب اشتغلت شهرين وستة قلت واحدة ثانية ماشي اشتغلت برضو شهرين ورحت غير سايبها التالتة بقى اللي فات دلوقتي ديت قالوا لي يا ابني احنا هنأمن عليك فقلت له ان دلوقتي بأخد معاش من والدي فاني مش عايز يتأمن علي تأمين اللي هو اجتماعي فدلوقتي واني واحد زميل واني باتكلم معاه قال لي تم انت كده حرام عليك لان انت دلوقتي اعتبر بتجمع معاش اللي هو من والدك دي بدون واجه حق انت المفروض ان دلوقتي السبب يعني اللي منع التأمين عليك ان انت المعاش قلت له اه ما انا مش عايز يتأمن علي عشان المعاش لاني ممكن ما استقرش في الشغلانة برضي يعني موقف الشركة يعني بيحصل في الشركة اي حوالات يعني كلام فرعا مش مر لاني شغلي المفروض اني بمضي على أوراق ومضي على الحاجات لازم يعني اتحرسها الدقة في الشرع شوي فبيحصل ما ايسا الحاجة دي مش فطب الموطلات لا ايه مضي لما تمضيش طب انا ما قدم استألك طب ما انا ماشي فحيطة استمرار دي في الشغلة اصلا ممكن نهتي بقيمة يعني مش واردة اي فدلوقتي اني بالموقع اللي لما رفضت التأمين علي انا عندي حرمانية ولا لأ ايو تبدو انا عندي حرمانية الفلوس اللي اني صرفتها بقى الفترة فدي ايه موقفها معايا ولا ايه حاطر الكلام صاحبك ده حيهول يسلم لعليه وكلامه صحيح 100% وعشان ما عيدش اللي قالهولك تاني جعل المعاش لابن المتوفى اللي هو حدث صغير لا يستطيع ان يعمل وابوه كان بيشتغل او القانون بيقول ابن المتوفى الصغير وديك قلت النقطة كتجوزت معنى تجوزت بقالها راجل يصرف عليها يبقى تسيب معاشها لوحدة تانية بنت راجل تاني الله يرحمه طلع معاش وولاده بياخدهم بعده وبنته ما تجوزتش لكن احنا عندنا اللي زي حضرتك بدمسك شغلانا خلي بادك فيه نقطة قبل ما نساها واقعود انا بقى بقلب كل اللي جوايا واتعب وانا مش ناقص صعب اني جايز جدا احساسك يا محمد باني ليك معاش يخليك تستهون بالشغلانا لو ملاكش معاش كنت تتعود عالشغلانا بايدك وثنانك واحنا عايزينك تعود عالشغلانا بايدك وثنانك لان دي مستقبلك وان شاء الله تفتح بيت بعد كده وان شاء الله ربنا يرزقك بتلاتة والرابع جاي تصرف عليهم وتربيهم احسن تربية فيبقى اذا لا يصح الفلوس اللي انا صرفتها الفلوس اللي انا صرفتها وانا باخد مرتب من وظيفتي تنفق في سبيل الله للفقراء والمعتادين نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اذاك يا دكتور انا بحب حاجة جدا والله وبتفرج على حاجة كل جمعة وثبت والله بنا يسترك الله يسترك يا رب كان عندي سؤال بس انا صاحب ورشة خشب تمام واشتريت من تاجر الخشب بضاعة 10 متر خشب من 40 يوم من دلوقتي يعني قبل العيد 10 يام تاريخ فاشتريتها وليكن المتر سعر 20 الف بقى 25 دلوقتي لا لا دلوقتي بقى 19 ونص ريح 500 جنيه اي سؤالك ابيعه بربح اللي اشتريته بيه ولا بالجديد لا 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 هو انا بطلبه انه هو يعمل لي تخفيض ان البضاعة دي اجل بتفعله كل شهر تقريبا جزء يعني ما كويس عادل يغوز جدا اللي انت اشتريت منه انت حر انت وهو هو بيقولي لو انا نزلت لك ايوه هو بيقولي لو انا نزلت لك هيبقى ريبة ريبة ايه ده كدام ما في حاجة اسمها الاقالة من البيع اساسها ريبة ايه في واحد اشتري حاجة وجات لها جائحة وجات مصيبة عليها يروح للبع هالو يقول له اقلني يعني فكيني من البيع يدي له فلوسه وياخد بضاعته وده من الهدي والسنن المؤكدة كمان زي بقى ريبة ايه اللي رباها وبيقولي لو مثلا نفس الموضوع بس لو عشان بضاعة اجل يعني بيتدفع له كل مثلا عشرة ايام جزء فبالتالي بيقولي لو لو رفعت لو انت خدتها وبعد 40 يوم رفعت ومش هادر ازود عليك لانه ربا ده ابدا الزياء يا حبيبي انا كنت عايز اقولك الكلام ده من الاول انا اشتريت بعشرة وحطيت هامش ربح واحد بقى 11 جي اللي اشتريته بعشرة بقى بعشرين وبيباع با 24 ابيع با 10 با 24 الاجابة لا تبيعه با 11 لغاية لما توصل للي انت اشتريته بعشرين تبيعه با 22 يعني هو لو نزل تمامي صحة كده يعني لو نزل اللي هو 500 جنيه ما ما يبقاش أنا علي ما يبقاش حاجة ابدا ينزل عليك ان شاء الله بتمن كله اهلا وسهل استاذ علي من المحلة الكبيرة خلام عليكم المحلة الكبيرة ولا محلة روح المحلة الكبرى يعني مش محلة ابو علي لا لا في محلة الكبرى طب انت عارف ان عندكم محلة اسمها محلة ابو علي طبعا على بعض يعني حاجة بفيدة على طول ومنها ومنها على بشان ومنها على بيلة وعزبة الساعي وأنا من هناك تمام ويا ما سفرت من أبو علي أولا نبلغ سعادتك حبنا وتقدرنا حبنا يسترك يا حبيل حبنا يسترك فضل يا علي مغرمين بسماح حضرتك الله يسترك وانتقم من قم الإسلام في النصر نحفظك الله ورعاك يا الله يحبك تفضل يحبك ربنا يحبك خاطرك سمعها سمعها تفضل هل يجوش شرعا هل يجوش شرعا إقامة شاب هل يجوش شرعا إقامة شاب مع أرملة أبيك وهي ليست أمه يا نهر بيض مع أرملة أبيك ولا تنكحه وما نكح أبا مش زواج الإقامة في شقة يعني يا حبيبي أنا كنت سيبني بس أكمل أرملة أبوه أخت أمه مش هيجوزها اليوم القيامة يعني من المحرمات عليه صحيح المحرمات زي الأخت من الرضاعة لا يجوز الاختلاء بها وزيها مرات الأب لا يجوز الاختلاء بها وإن كانت محرمة زيجتها عليه لكن لا يجوز أن يختلي بها لكن إذا كانت الضرورة موجودة هو أقبلك لا يجوز الاختلاء بها يعني لا يجوز الاختلاء بها الله يسترك الله يسترك أستاذ وحيد عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا دكتور إزاك حضرتك ربنا نشترك يا وحبي كل عام منتطيب بأيام مباركة إن شاء الله عليكم على المسلمين وعلى شعب مصر اللهم أمين يا رب وربنا يرخص قوة المسلمين وقوة المصريين اللهم أمين يا رب أنا ليه سؤالي اتفدى لي فبي أول سؤال لو الإنسان بيتعى بساعة احتياج الناس يعني واحدة مثلا جزء ما يتمعها عيال قدمة أو واحد برضو مريض ومش لاقي معندوش معيشة وأبوه مريض أو أمه ويوصلهم للساعة يأخذوا المعيش بتاع أبوه هل أجره عند الله إيه؟ كويس أنك ما سألتنيش على أجره الساعة الساعة باحتياج الناس هقول لك هقول لك أي قانون إنتعي في احتياج الناس حاضر 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 قانون الإسلام اللي عمل عمل يستحق عليه أجرا من الناس فلوس يعني يعني أنا رحت أخلص ليتام وراءهم أترفق بيهم فإن أنا أخذ منهم عشرين جنيه تلاتين جنيه أنا ورأي بيت عيال وأمت بعمل قانون الإسلام من أسدى إلى الناس عملا استحق عليه أجره إلا أن يطوع المتطوع ده وحتى اللي بياخد أجر يبقى أجره ثابتا عند الله تعالى وإنت سألت السؤال إجابته هتفرح حضرتك وحتفرح ملايين المشاهدين شوفت نسكت شوية إزاي عشان أفتح القلوب للفرحة أجر هذا العمل لا تكفره صلاة ولا صياب يعني فيه زنوب لا يكفرها إلا قضاء حوائج الناس فأبشر بالخير كله مبتغيا واجه الله ويوعى تقول محدش يساطاها الله محدش يساطاها الله قل أنا أستاهد أنا من الحاجات اللي بشكر عليها أستاذ الإزاعية منال بتيك السودانية الأصيلة الأخت الشقيقة إنها ذكرتني بما قلته في حكيم ابن حزان رضي الله عنه كان إذا خرج من بيته صباحا ولم يجد مسكينا على بابه يقول إنا لله وإنا إليه راجعوك كان بيعتبرها مصيبة إنه يفتح الباب يلاقي الشارع فاضي وما فيش حد مستمية يخدمينه وذرها تمرية لإنه أنت بتقدم منه التمرية أنت بتقدمها روحك وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه يستاهل أو ما يستهلش ما تنشغلش بالمسألة خلي الأمراض النفسية اللي عندنا تروح بقى فاصل وبعده نواصل إن شاء الله فامتدرون بنرجع ومعنا أم آية من الجيزة جيزة دي واسعة قوي من أين في الجيزة مآية راحته مآية فاين أنا كاتب عنوان يساوي الدنيا كلها أقسم بالله ولسه العنوان جيني حالا متى يضيع ثواب العمل الصالح شو بقى العمل الصالح منه إنك تبرع بمليون جنيه مليون مليون العمل الصالح إنك تعين تشيل ومتصاعد واحد العمل الصالح إنك تدي واحد حيث تتجني واحد بيت العمل الصالح تربي واحد ما شو يقلتها الإجابة يضيع ثواب العمل الصالح إذا نوى به العامل غير وجه الله يا الله عبد أنتوا بتعمل الكلام ده دي حاجة عم حفيز الله الجماعة اليوم بفضل علي أنت بتسد الدين أنت بتعمل كذا لي يا حاجة ورحمن والله الناس برضو تبتكرني يعني راح حاج مين اللي سواب عمل الصالح يبقى اللي يقول لله إنما نطعمكم لوجه الله وبيني وبينكم على ما رواه ورشي وقالون اعتبار العمل لوجه الله ده رايحك نفسيا جدا لأن الناس زي أنت ما قلت زي أنت ما قلت ما يستهلوش أنت بتعمل العمل الصالح للي يستاهل الله يستحق أن تسمع كلامه وأول ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر علم الله عنه قوله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني مصير الأعمال وسوابها وعقبها بالنية التي محلها القلب ففوق وانتهز ما بقي من عمرك وعمل الخير لوجه الكريم سبحانه وتعالى يبقى السؤال تاني والإجابة يا شطار متى يضيع ثواب العمل الصالح الإجابة إذا قصد به غير وجه الله فيه حديث مشهور جدا بيقول إن فيه قارئ قرآن وكريم وشهيد عند الناس الثلاثة داخلين جهنم إزاي يا رسول الله اشرح لنا قال يقول الله للملائكة خذوا هذا القارئ القرآن وأقذفوه في جهنم يا ربي رأيتي يقول الله له كنت تقرأ ليقال قارئ وقد قيل نجل لصرف الملايين ربنا يقول الملائكة خذوه للنار أنا كنت بدي عبادك كنت تعطي ليقال كريم وقد قيل يجي يجي بقى واحد تاني بقى هو مات بسبيل الله في مظهر الله وعملنا له وعملنا له باسمه حاجات يو خذو الله أنا جاهدت بسبيلك ليقال شجاع قاتلت ليقال شجاع نعم أم مؤية رجعت تاني أهلا وسهلا لها نصيب حنستناك بقى يا أم مؤية سلام عليكم وعليكم السلام وبركاته كل سنة كل سنة وحضرتك الله يسترق كل لحظة وطرف الحين رب اللهم أمين أنا عارفة أن سؤالي دلوقتي يعني هيبقى بالنسبة لي مصيري بس أنا خدت في قرار بس النفسي حضرتك تطمني أنا كالنفسي حج فاتعرض علي تأشيرة الزيارة ونروح نقعد من دلوقتي في حصة في مال عزيزية لغاية لغاية الحج ونحج بقى وإحنا ونصبنا ربنا كرمنا سلكاوي 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 والله أنا أفتيت وأنا في أبها وزميلي يشهدوا علي الحمد لله لسه عايشين وكنت عضو هيئة تدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وحجيت ألف ونرغمية واربعتاشر ووافق يومها عرف ويوم جمعة ونحن حجينا نظامي وقانون المملكة العربية السعودية المحترم الواحد ما يحجش حجة تانية إلا بعد مرور خمس سنين فاجون بعض الأساس ذا دا كاترة لأ واحد بيحججهم سلكاوي يعني بدلا ما يمشي في الطريق المرصوف يلف في الرملة ويهرب من الشرطة ويحججهم قلت الحاجة بطلة وما زلت على فتوية حتى ألقى الله الدين ما فيهوش احتياد لا هم هيخدوا فلوسه وهما هيخدوا فلوسه وهم هيخدوا فلوسه وإسمه وعدوانه وغير المشروف الفلوس اللي تدفع تدفع للحج ادفعت للزيارة خلينا في الزيارة والحج ربنا شالوا من علينا قالوا لله على الناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيل تعالى أنا أحججك وأععدك وخليك قاعد هناك لغاية لما تيجي وانت ونصيبك زي ما قلتي ده فكري ديني ده ألتزم بدوايح الدولة اللي عندها البيت الحرام ألتزم بالنظام بالقانون بالشريعة إيه سألي الأعمال بالنيات أنا نوي حج معايا واجب علي أحج ما معاييش مش علي حجي أصلا لا إله إلا الله وهي بالعافية سنكاولة بس أريد خلاصة يعني عايز أقول حاجة تربطها مني الأستاذ المحاسن حانفي الزميلة العزيزة اللي زملتني تلاتين سنة في صهاد وشيء إلهي كده إلهي أقسم بالله إلهي كنت أقولها والزميلتها أقولي زميلتها أستاذة مجدى أستاذة كذا هي أقولها ستين معاسن لله معربش ليه المهم خاطبتني وقالت أرجوك تكلم عن العدة لإن فيه في بلدنا يعني فيه إحدى المحافظات فيه فتاة وطلعت الستة الكبيرة معليهاش عدة لما يموت جزها ووعدتها خيرا وأقول في خلاصة العدة الكبيرة عليها عدة اللي عندها مئة وخمسين سنة ولسه عايشة ومات جزها عليها عدة بقت تلتميت سنة وربنا بدها الصحة عليها عدة والكاتكوتة عليها عدة والشابة عليها عدة عدة المطلقة تلت تشهر عدة اللي مات جزها أربعة تشهر وعشر تيام مين الوحيدة اللي معليهاش عدة المطلقة قبل الدخور فما لكم عليهن من عدة تعتدونها افرض واحد كتب كتابه على واحدة وما دخلش عليها والأجل جاله مات الله يرحمه عليها عدة ولا معليهاش عليها أربعة تشهر وعشر تيام ده مش هفيتوش عليها ده ما دخلش بيها عليها وتورسه مع ان اللي عملته بالطير مسلوئين ولا أكلته ولا فتريته دي بالنسبة للعدة وهي التربص في البيت وعدم الخروج منه أولا للضرورة وعدم الاحتداد إلا عند الحسن البصري الذي لم يرى وجها للحتداد أقول ما تسمعون أعذكم بالمسل الرابع من سورة البقرة غدا إن شاء الله تعالى أو كصيب من السماء في ظلماته ورعده وبرق وبحسن الوعد تمتلك القلوب وصخر الطبع من لي من يدوب وقل المسر فيما أنا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب ورحمته لأوسع من خيالا ولو كثرت من العبد لنوب لكم من التحية وخلصوا دعاء صلاح البالي والحال حتى يبنعنا الله تعالى سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة أعرف دينك أعرف دينك أعرف دينك أعرف دينك